تتجه جهود العراق صوب تقليل استيراد الغاز المسال وتطوير صناعة الغاز بالتعاون مع شركات دولية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وزير النفط حيان عبدالغني أكد بعد لقائه مسؤولي شركة غاز البصرة والجنوب سعي العراق لاستثمار الغاز المصاحب للعمليات النفطية والعمل على إيقاف حرقه وصولا إلى مرحلة تصفير الغاز المحروق وأشار عبدالغني إلى أن العقود الموقعة مع شركات دولية ستمكن العراق من إنتاج الغاز المستخدم في توليد الكهرباء ودعم الصناعات البترو كيميائية والأسمدة مشروع أرطاوي سوف يتم استثمار ما لا يقل عن 600 مقمق من الغاز ومشروع الناصرية والغراف الناصرية بحدود 200 إلى 250 مقمق إضافة إلى حقول ميسان إن شاء الله ستضيف 250 إلى 300 مقمق وبالتالي نتحدث الآن أكثر من 1100 مقمق إن شاء الله سوف تضاف إلى الشبكة الوطنية وسوف تقلص أو قد نصل إلى مرحلة الاكتفاء إن شاء الله من هذا الغاز في غضون ذلك شدد مدير عام غاز الجنوب حمزة عبدالباقي التزام العراق بتنفيذ مشاريع للطاقة النظيفة وتقليل الإنبعاثات ورفع الطاقة الإنتاجية للغاز المصاحب وأضاف أن العقد الموقع مع توتال الفرنسية من المؤمل البدأ بتنفيذه خلال الشهرين المقبلين قبل يوم كان هناك اجتماع مع شركة توتال التي هي راعية لهذا المشروع فمن المؤمل إن شاء الله تفعيل عقد الأرضاوي خلال الشهرين القادمين وبعد تفعيل العقد ستبدأ فعاليات تنفيذ المشروع هذا المشروع راح بالمرحلة الأولى سيستثمر 300 مليون قدم مكعب من الغاز وتلحق المرحلة الثانية ب300 مليون قدم إن شاء الله خلال نهاية عام 25 من ضمن خطط الوزارة أن يتم إنهاء حرق الغاز وشهد العراق مؤخرا توقيع شركة نفط ذيقار عقدا مع شركة بيكر هيوز الأمريكية للخدمات النفطية لزيادة معدل إنتاج الغاز المصاحب في حقلي الغراف والناصرية النفطيين موسيقى موسيقى